المريض النفسي للأسف هو بيكون آخر واحد عارف أنه عنده مشكلة نفسية لكن يعني اكتشفت بالصدفة زي ما فيه أوقات كتير الواحد بيكتشف أنه هو تعبان بالصدفة ولما عشت مع الاكتئاب أنت قلت لي رقم كبير أنت عدت دي ايه مكتئاب؟ تقريبا بنتكلم في أكتر من عشر سنين عشر سنين عندك اكتئاب؟ وعشر سنين أنت مش متخيل أنك أنت قد تصل بك المرحلة لفكرة الانتحار وديتك كم مرة الفكرة دي؟ الفكرة بتيجي كتير وبتروح أكتر لأن يعني عشر سنين أنت ما بتكونيش متخيلة أنت فاكرا أن الناس كلها زيك فاكرا أن دي الظروف العامة للشباب أو فاكرا أن كل الناس بتحس باللي أنت يحس بيه ولكن أنت بعد ما بتبتقي العلاج بتاكتاش في مشكلة كبيرة أو أنت ما تبتقيش عايشها للأسف طب خليني يعرف من الأول أنت إيه كانت أسباب الاكتئاب يعني كان فيه مشكلة معينة هي دي اللي خلتك تكتئب؟ مش مشكلة واحدة يعني مش دايما المرض النفسي أو تحديدا الاكتئاب مش لازم يكون سببه حاجة واحدة ممكن يكون ليه أسباب كتير قوي العوامل الوراثية العوامل الجينية الاستعداد الوراثي للإصابة ضغوط الحياة المشاكل تراكمات يعني أنت ما كانش فيه حاجة معينة هي دي اللي كانت خنقاك تعباك مدايقاك مشاكل في شغلك هي كلها مع بعض مشاكل في حياتك الشخصية لا هي كلها مع بعض يعني هي مش حاجة واحدة يعني إحنا مثلا ممكن نقول في لغاتنا العادية ممكن نقول هو كان كويس لحد مثلا ما ترفض من شغل أو كان كويس لحد لقدر الله والده مات لا هو ما كانش كويس هو كان بيمر بالمشاكل دي بس ظهرت عليه الإصابة بقى بشكل واضح لما حصلت له المشكلة دي انت ايه المشكلة اللي حصلت لك فجرت الاكتئاب عندك ممكن نقول نكون مشاكل في الشغل مشاكل في الشغل يعني نقدر نقول المشاكل في الشغل عقبات كتير في الشغل لأن أنا دايما أنا كاتب فدايما شغل الكتابة مش مصدر رزق ثابت الدخل فممكن يكون دوت يعني ده أكبر سبب ممكن يكون اللي حصل حكيت له صحابك يعني أكيد الواحد بيحب يفتفض لصحابه حكيت لصحابك قلت لهم أنا تعبان أنا بيجي لي أفكار غريبة أنا في حاجة غصبين عني بتحصل أنا مش حاسس أن أنا الطبيعي الشخصية الدماء خفيفة اللي بتضحك وبتهزر زي ما انت ما كنت بتقول يعني الفرق ما بين المكتئب وما بين الإنسان الطبيعي أو اللي ما عندهش اكتئاب هو أن الإنسان الطبيعي أو العادي لما بيجي تفضفض أو بيتكلم بيخرج شوية من اللي عنده وبيبقى أحسن نعم زي مثلا لما بيخرج أو بيأكل أكل هو بيحبها أو يشوف حد هو بيحبه نعم تمام مزاجه بيتحسن وما بيحصلهش أي مشكلة نعم الشخص المكتئب للأسف بيحصل تحسن في المزاج لفترة محدودة جدا أو الحاجة وقتية وممكن كمان أنه ما يحصلش تحسن في المزاج من الأساس يعني مثلا أخرج خروجة حلوة أو أكل أكل أنا بحبها أو أشوف حد أنا بحبه نفس الحالة المزاجية السيئة يعني دهما بيدفلكش أي حاجة لا 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 بيحسش أنك غيرت جو إطلاقا لأن هو الاكتئاب مش حاجة نفسية فقط لغير لكن هو كمان بيلعب أو بيغير في كيميا المخ وبيغير في الإفرازات في المخ أحمد فيه ناس كتير جدا بتربط الاكتئاب بعدم الرضا أنت شايف ده إيه؟ ممكن يكون يعني خلينا أقول لحضرتك على حاجة أنا لو غير راضي عن حياتي أو دايما ناقم على الحياة ده هيشكل ضغط نفسي عليك طب الضغط النفسي ده أنا عشان مخي يخرج من الضغط النفسي ده لازم يكافح أو لازم يعمل مجهود أكتر بكتير جدا طيب المجهود اللي أنا بعمله ده هل ده طبيعي أنا لي أنا؟ ولا مش طبيعي فبأي حال من الأحوال لو فضل عدم الرضا دوت بشكل كبير وفضل أن أنا دايما ناقم على الحياة ودايما عندي مشاكل ودايما أن أنا ما بحاولش أشوف النص الكوباية المليان هيؤدي لإصابة نفسية لكن برضو أنا مش بلوم الناس اللي هي غير راضية لأن ممكن تكون حاجة مرضية يعني أنا كواحد مكتئب أنا مش راضي عن الحياة فمش بمزاجي هو غصب عني للأسف بتحسي بشكل كبير